اليوم سوف نرى كيف نكتب إيميل بصيغة رسمية سوف نرى بالضبط إيميل للاعتدار من أجل الاعتدار من شخص ما لكتابة إيميل رسمي يجب الانتباه إلى أربعة أشياء دير بتخيف وهو الموضوع يعني موضوع الإيميل هل هو إيميل للاعتدار أو من أجل دعوة شخص ما أو شيء آخر يعني تكتب موضوع الإيميل ثم بعد ذلك تأتي التحية يعني التحية إذا كنت لا تعرف اسم الشخص أو هل هو امرأة أو رجل تكتب وفي حالة كنت تعرف الشخص ثم تكمل باسم السيدة أو وتكمل باسم السيد بعد التحية تضع فاصلة ثم تعود للسطر وتبدأ الكتابة ولكن لا تكتبوا الحرف الأول كبير بل صغير ثم يأتي المضمون أو المحتوى يعني محتوى الإيميل دير انهالت هنا تكتب مضمون الإيميل وعندما تنتهي من الكتابة أو كتابة مضمون الإيميل تأتي النهاية دير شلوس تكتب عبارك متفرين لشن جروسن يعني مع أطيب التحية أو مع فائق الإحترام ثم بعد ذلك تكتب اسمك إذن دير بتخيف وهو الموضوع دي أنغيدة وهي التحية دير انهالت وهو المضمون أو المحتوى وأخيرا دير شلوس وهي النهاية قمت بتفويت موعد مع شخص ما والآن تود أن تعتذر له ماذا سوف تقول له؟ يعني تفويت موعد بتخيف الموضوع اعتدار وموعد جديد أولا نبدأ ب دي أنغيدة يعني التحية زير جئر تا هير مولا والآن المحتوى لكي تعتذر بصيغة احترام لشخص ما عن شيء فعلته يمكنك أن تبدأ بهذه الجملة إش موشت مش دافور انشوليقن داس وتكمل ب ماذا تود أن تقول؟ ما هو اعتدارك؟ الفعل سيخ انتشولدين فور هو فعل انعيكاتي بلوس اكوزاتي فو معنى اعتدار عن إش موشت مش دافور انتشولدين داس إيش انظر انتشولدين فور باست هاب كما تلاحظون في آخر الجملة لأنه عندنا داس عندنا انظر تغمين عندنا اكوزاتيف لماذا؟ لأن الفعل فور باسل هو فعل بلوس اكوزاتيف بعد ما قمنا بالاعتدار الآن سوف نقول السبب ولكن بدون تفاصيل كثيرة ممكن أن نقول اس توت مير لايد انه كان عندي موعد مع الطبيب عندما تستخدم وفايل يكون الفعل المصرف في آخر الجملة أو اس توت مير لايد والمين اوتو اين بانة هات يؤسفني أو انا آسف انها تعطلت سيارتي يمكن ان نقول ايضا بعدما ذكرنا السبب اش وايس داس اس داينو تسايت باينفلست هات اعلم ان ذلك اترى على وقتك باينفلس يعني اثار على اش hoffe دو كانست مير فردساين انا ارجو ان تسامحني فردساين يعني سامح او ممكن ان تقول شيء آخر اس war mein fehler dass ich nicht gut aufgepasst habe لقد كان خطأي اس war mein fehler انني لم انتبه جيدا افباس انتبه und wir können einen anderen termine finden ويمكننا ايجاد موعد آخر هنا تقترح عليه ايجاد موعد آخر والآن نبدأ بالتحية نستخدم نستخدم دائما ام لاحظ الفعل المصرف في آخر الجملة والآن سوف نقول ما هو السبب ما هو السبب الذي يجعلك مثلا القيام بإلغاء موعد ما لهذا الغرض يمكنك ان تقول مثلا لايضا kann ich nicht kommen weil للأسف لا أستطيع القدوم لأن وتكمل بالسبب لايضا kann ich nicht kommen weil ich krank geworden bin للأسف لا أستطيع المجيء لأنني مريدت أو لايضا kann ich nicht kommen weil ich mich um eine familie ngeligenheit kommen muss للأسف لا أستطيع المجيء لأن ني يجب علي أن أهتم بأمر عائلي sich kümmern um يعني اهتم بي die familien angelegenheit أمر عائلي es tut mir sehr leid und ich hoffe sie verstehen das أنا متأسف جدا وأتمنى حضرتك أن تتفahami هذا können wir einen anderen Termin finden هل يمكن نا إيجاد موعد آخر mit freundlichen grüßen ثم تكتب اسمك تقوم بدورة للغة الألمانية ولم تتمكن من الحضور في حصة ما الآن تود الاعتدار بتخيف الموضوع Entschuldigung für kurs abwesenheit الاعتدار للغياب عن درس عن عدم تمكن من حضور دورة اللغة الألمانية الأخيرة dabei sein معناها الحضور أن تكون هناك يمكن أن نعويد أمور شخصية aufgrund يعني بسبب هنا نذكر السبب هل هناك واجبات منزلية أو أشياء مهمة قد فوتها أشياء مهمة وهي الواجبات المنزلية هل يمكنني استدراك الأشياء التي فاتتني نح هل يعني استدراك شكرا جزيلا ومع ديرا مرة أخرى مع أشياء الأشياء أشياء بسمية بسمية هل يمكنك أن